صنع في الكويت شعار حملة الهيئة العامة للصناعة التي ستنطلق يوم غد الأحد بهدف تقديم توعية إرشادية ترويجية شاملة للمنتجات والسلع الوطنية بمشاركة أكثر من سبعين مصنعا كويتيان صنع في الكويت شعار حملة الهيئة العامة للصناعة التي ستنطلق يوم غد الأحد بهدف تقديم توعية إرشادية ترويجية شاملة للمنتجات والسلع الوطنية بمشاركة أكثر من سبعين مصنعا كويتيان وأن الحملة التي ستستمر حتى الثاني والعشرين من فبراير الجاري تهدف أيضا إلى تلمية الحس الوطني تجاه المنتج المحلي ورفع مستوى الترويج والتسويق لكافة المنتجات الوطنية بمختلف قطاعاتها سواء الغذائية أو الكهربائية أو الصناعية وأن الحملة ستعمل على تعريف الجمهور بأهمية وجودة المنتجات الصناعية الوطنية إضافة إلى تشجيع على شراء احتياجاته من الصناعات المحلية لما تتمتع به من جودة عالية ومطابقة لأعلى المعايير المعتمدة وأن الهيئة اختارت ثلاثة مواقع لإقامة المعارض الترويجية للمنتجات والسلع الوطنية لاستقطاب أكبر شريحة ممكنة من المواطنين والمقيمين ومنها مجمع أفنيوز في الفترة من الرابع فبراير وحتى الثامن فبراير ومجمع العاصمة من الحادي عشر فبراير وحتى الرابع عشر فبراير وأن التعاون مع وزارة التربية من خلال تواجد الهيئة من الخامس فبراير وحتى الثاني والعشرين فبراير في أكثر من ثلاثين مدرسة بمختلف المحافظات والمراحل التعليمية للبنين والبنات نواف شراكي تجزيز على دولة الكويت نواف شراكي تجزيز على دولة الكويت